الموازنة يطرح الحزب الديمقراطي شرطه للتصويت عليها تعطيل قرار المحكمة الاتحادية أي بمعنى نفط الإقليم للإقليم وحصته من الموازنة تدفع باستمرار وهو اتفاق يرضي الأطراف السياسية رغم مخالفته للقانون أي قرار ربما يغضع لمجاملات سياسية يغضع ربما من باب المحاصصة من باب الالتفات على التوازنات السياسية بهذه العناوين مرفوض جملة وتفصيلا وعلى القضاء لا يخضع لأي جهة سياسية على القضاء هو الفصل والفيصل في القرارات المهمة لا سيما اللي عندنا المحكمة الاتحادية وعندنا اللي تسمى دستورية وعندنا المحكمة الإدارية هؤلاء أهم محكمتين في العراق وأعلى سلطة قضائية القضاء هو الفيصل ما بين حكومة المركز والأقليم وقراره بشأن تسليم الواردات باتا خاليا من التمييز والاستئناف وبعيدا عن المجاملات السياسية والتوازنات التي اتفق عليها تحالف بناء الدولة من أجل المضي بالحكومة إحنا إذا نرجع لأصل القرارات المحاكم فإحنا نجد قرارات المحكمات الابتداء الاعتيادي أو الجنايات أو الجنحة أو أي قرارات عندما يكتسب القرار الدرجة القطعية بعد التمييز فيصير حجع الجميل حيث أن القرار المحكمة الاتحادية هو أعلى من قد لا يوجد به تمييز إذن عنده إصدارة يصبح حجع على الجميع فهذا الشرط غير قانوني ولا يمكن تمريره كل محكمة الاتحادية قراراتها بات وتكون ملزمة على الجميع إذن هناك مطب قانوني وسجال سياسي أمام تمرير الموازنة وطريقان لا غير إما الاعتماد على الاتفاق ومخالفة القانون أو تطبيقه وتعطيل التصويت من قبل الحزب الديمقراطي ولا معطيات تشير إلى الأخير فهناك من يرى أن الاجتماعات في الكواليس تبنى على أساس الاتفاق لا القانون عمار غسان قناة الرشيد